من تونس انتم وإلنا السيد محمد بعودة الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد في ضوء رفض أحزاب عدة وضع يدها بيد حزب النهضة ما هي التحالفات المتاحة اليوم أمام النهضة؟ مساء الخير أولا لكي ولمشاهديك الكرام يبدو أن دائرة الحلفاء بدأت تذيق نوعا ما أمام حركة النهضة رغم أننا لا نستبق الأمور لأن مدة المشاورات ما زالت طويلة يعني حتى كتاب التكليف لم يصدر بعد عن رئيس الجمهورية ربما يصدره خلال يوم الخميس أو الجمعة أما في المشاورات المبدئية فتبدو الأفاق ضيقة خاصة بعد الإعلان لحركة الشعب رفضها مسألة المشاركة في حكومة الأسوى النهضة والمواقف التقليدية لحزب عبير موسي الدستوري الحر ولحزب نبيل القروي قلب تونس وبالتالي تبقى اعتماداتها على الأحزاب القريبة تقليديا منها وهي أتلاف الكرامة وربما بعض الأحزاب الصغرى وفي أقصى الحالات الطيار الديمقراطي وهي كلها تقريبا غير قادرة على الوصول ربما حتى إلى النصاب القانوني 109 نائب التعويل على المستقلين والحركات الصغيرة اليوم هل يمكن برأيك حركة حزب النهضة من تشكيل الحكومة؟ مبدئيا إذا تحدثنا عن مسألة التزكية أو التصويت لتمرير الحكومة فأنها قد تستطيع تمرير تشكيلتها وقادرة أن تحشد أكثر من 109 أصوات حتى بدون اتلافات مع الأحزاب الكبرى لكن المشكلة هنا هي كيف ستسوق هذه الحكومة؟ وكيف ستظهر على الرأي العام الوطني بحكومة من الإسلاميين فقط؟ وكيف ستواجه التعقيدات الدولية والإقليمية بحكومة إسلاميين فقط؟ النهضة وخاصة الرئيس والشيخ رجل غنوشي سيصبر إلى آخر لحظة وسيحاول أن يجد اختراقا في صف الأحزاب الوسطية أو المدنية وقد يضطر حتى لإعطائها رئاسة الحكومة حتى لا يكون في الواجهة وحتى يستطيع أن يتجنب عاصفة ردود أفعال ربما تبدو من الآن غير مريحة له وأيضا حتى يجد من يقاسمه المسئولية إذا فشل يوما آخر وكذلك حتى يحافظ على تلك الصورة التي حكم بها تلت خمس سنوات صورة التوافق وعدم إقصاء المدنيين والحداثيين من الصدق كيف ترى شكل العلاقة مع الرئاسة في المستقبل القريب؟ إلى حد الآن لا تزال غامضة الرئيس إلى حد الآن لا يزال صامتا ولم يدلي إلا تقريبا بالتسجيل قصير في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبدو أن علاقته بالنهضة ليست كما حاولت النهضة أن تصور في البداية أعلنت دعم لا هو مساندته ولا هو على أساس حتى بعض المحللين ذهبوا إلى أنه قد يكون حليف والقوي لكن الرجل لا زال يلازم الصمت بعد غد يؤدي اليمين قال في أحد المرات وعلى المباشر أن القرآن أن الوحي نازل على رسول الله في مكة ولم ينزل في مومبليزير وهو مقر الاجتماعي لحركة النهضة وهذا قد يكسبها نوعا من الحذر لا تبدو العلاقة جيدة جدا إلى الدرجة التي نقول عنها تحالف كذلك لم يظهر إلى حد الآن نوعا من العداء لكن ما نريد إشار إليه أن وجود السيد قيس سعيد أن وجود السيد قيس سعيد في رئاسة الجمهورية بتلك الشعبية الكبيرة قد يقلق راشد الغانوشي الذي يعتبر نفسه الحاكم الفعلي طيلة ثماني سنوات شكرا لك عمد بعود الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من تونس